فالطعام رزقه سبحانه وتعالى والكساء رزقه سبحانه وتعالى اسمع الله أقوله ده لحضرتك ولا يرزق أحد من الخلق أحدا على الإطلاق وإنما المخلوقون إنما هم أسباب أسباب وإلا فالرزاق هو الملك الوهاب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أنا سبب وأنت سبب والآخر سبب أما الرزاق هو الله الله جل جلاله هو الذي يرزق العبادة ومن بين الرزق أن يهيئ الأسباب فما من شيء في الدنيا والآخر إلا بسبب والله جل وعلا خالق الأسباب والله جل وعلا خالق الأسباب وهو الذي يهيئ الأسباب نعم قد يهيئ الله عز وجل لك عبدا من العبادة ويجعله ربنا تبارك وتعالى سببا لك من أسباب رزقه من أسباب رزقه جل جلاله فالرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون جلس إبراهيم بن أدهم العالم العابد الزاهد ليأكل يوما بعض قطع اللحم المشوي فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت فقام وراءها يراقبها فرأى القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في باطن الأرض فظل يراقب متعجبا فرأى ثعبانا فقئت عيناه يخرج من جحره ليجر إلى جحره قطعة اللحم فبكى إبراهيم ورفع رأسه إلى السماء وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا نعم أنت قد تصلي الآن على سجادة في أولها بصلة ولو نظرت على ظهر السجادة لوجدتها صنعت في الصين أو في غيرها إن الله جل وعلا يهيئ العبادة ويسخر العبادة ليجعلهم أسبابا لرزق العباد بعضهم لبعض والرزق بيده سبحانه وتعالى وحده هو الذي يهيئ له الأسباب وهو الذي يخلق له الأسباب فالله خالق السبب وخالق الأسباب وخالق المسببات وخالق الإنسان والله خلقكم وما تعملون ومن بديعي من بديع ما قرأت أن حاتم الأصم الذي حقق التوكل على الله وقيل له يوما يا حاتم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل فقال له رجل فمن أين تأكل يا حاتم قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون أنت ترزق يا عبد الله أنت سبب أنت لا تملك الرزق الله جل وعلا يرزق الكفار أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار لا ورب الكعب